وعندما نقول الإنسان مخلوق على صورة الله يمكن البعض بيعتقد أنه هي الصورة الجسدية الله ليس له شكل ولا صورة الله روح والله مالي السماوات والأرض حتى سماء السماوات لا تأسعوا نحن في العين المجرد حتى من خلال التلسكوب ممكن نشوف مليار كوكب وهو عبارة عن بلايين النجوم فكم بالحارج كيف تصل إلى الله وكيف تقدر أن تعرف عمق الله وكيف تستطيع أن تنغمر في كل أساسات الله أو في كل ما هو الله استحالي لأن الإنسان يعني محدود ولأن الإنسان يمكن المخ بتاعنا من استخدم من 8% ل10% بحسب ذكائك فالإنسان بحد ذاته لا يستطيع أن يستوعب الله بالكامل لأنه لو استوعبنا الله لأصبحنا آلهة اشتركوا في القناة